اشتركوا في القناة افشات على الفيسبوك منتجات جديدة منتجات حصرية حكايات كتيرة عن المصرية الالمانية خلال الفترة اللي فاتت شغلت سوء الدهنات النهاردة احنا في لقاء حصري مع قيادات المصرية الالمانية عايزين نعرف كل التفاصيل وكل المفاجآت وكل اللي حصل الفترة اللي فاتت ونعرف مفاجآت الفترة اللي جاية تعالوا رحب بيه الأستاذ محمد عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الالمانية برحب بيك أستاذ محمد بيك يا فندم وإهلا بي دوفنا الكرام ومستمعيننا الكرامي أهلا وسهلا بيك وأيضا معايا صديقي الحبيب البشمهندس أو الأستاذ براهيم حسين العقل المدبر في المصرية الالمانية أهلا بيك بكل أستاذ المشاهدين اللي بشكونوا معكم أهلا وسهلا بيكم هنبدأ مع بعضين يا أستاذ محمد بالموضوع اللي شغل الرأي العام في سوء البيات وحكاية الوكلة والله حصل للمرة الفترة اللي فاتت في البداية عايزك تقولي الشركة المصرية الالمانية ليها سياسة معينة مع الوكلة وإزاي بتختارهم وأيضا المصرية الالمانية بتحاول تحافظ على قد ما تقدر على وقلاءها في المحافظات أولا قل لي إيه الشروط يعني المفروض تكون موجودة في أي وكيل مع المصرية الالمانية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والفضل لله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المصرية الالمانية زيها زي أي شركة بتسعى أن يكون العامل بتاعها شريك نجاح معها والحمد لله عز وجل من الكلمة دي والمبدأ ده بتكون فكرتنا إن احنا بنتعاونه معا أي وكيل أو عميل معانا بيكون بيساهم معانا في المنظومة دي لأنه في الأول في الآخر شريك نجاح معانا وهمزة الوصل بيننا وبين الفني وبين العميد تمام فبالتالي ده بيبهو الوجهة بتاعتنا والإعلام بتاعنا تكيد فالحمد لله عز وجل بندور على تاجر بيكون عندي سمعة كويسة لقم واحد بيتمتع بيها من التجار اللي فهمه تمام لأن التاجر ده حاجة بتساعدك في النجاح فلازم أن يكون فاهم السوق فاهم طبيعة المنتجي اللي تحت إيده تمام فاهم إزاي يسواه فاهم إزاي يعرض الفكرة لأنه حيكون السفير بتاعنا في أي مكان في الجمهورية طيب سيدس محمد أنا مش عايزة أعطعك كتير لو جالك واحد وقال لك سيدس محمد أنا عايزة أبدأ أبدأ جديد يعني أنا لسه في قصة الدهنات جديد وعايزة أبدأ معك هل تقبله وللازم يكون حد يكون عنده خبرة في مجال الدهنات أولا السؤال ده حيلور سواء فكرة أن أنا أقبل أي حد بيبدأ ده طبعا أنا أقبل في أي مكان وفيوضع بس دي شروط يا رشان إيه الشرط أنا في المكان ده بدأت مع حد واشتغلت مع حد فضل الانتشار بفضل الله عزوية للانتشار المنتج ده في المنطقة دي بيرجع للتاجر اللي دخل المنتج عنده تمام فطالما فيه تاجر في المنطقة دي وبيوزع لي المنطقة بتاعي وبيسمع لي اسم الشركة بشكل كويس مستحيل أدخله بديه عايز تقول أني أنت بتقفل المنطقة أو المحافظة على وكيلك اللي هو عمل مجهود في المنطقة دي ده واحد طيب إفرد وكيلي نفسه بيكتفي بالمكان اللي هو فيه وعلى فكرة إحنا بنشور أي وكيل لنا في أي مكان لأننا زي ما قلت حدرتك بيبقى الفضل الأول والأخير بعد فضل ربنا علينا هو أكيد إحنا بيبقى طلبين منه حقا أحدا بس إنه غامر ويدخر المنتج بتاعنا في معارضه أو في محلاته تمام إحنا دورنا إيه بقى اللي هو أننا جود الخامة التحتي اللي هتخليه شكله كويس ومين اللي حطيلي الكيان ومين اللي حطيلي التواجد في المنطقة دية سين من الناس في المحافظة التاجر بتاعي يا باشا أو العامل بتاعي فبالتالي عشان أخد خطوة في مكانه لازم أن أكون بشوره ليه بشوره لأن المجمن اللي يكون داخل علينا ده ما يكونش عنصر نجاح أكيد يكون عنصر فشل أكيد الفكرة مش في التعدد الفكرة في الكيفية أكيد أنا عندي واحد قلت لحضرتك تفرق كتير بين أن التاجر فاهم ومؤمن بالخامة لتحت إيده يعني أنا كمبدأ شركة مصرية ألمانية بنجي على حتة السعر ده ما بنركز فيها بنركز على الجودة أكيد لازم أن التاجر لكون بتعامل معاه لازم أن يكون هو ده فكره طبعا أستاذ محمد معلش يعني إحنا كان فيه تحذير كبير جدا على الفيسبوك يمكن فيه كل الجربات بتاعة الدهنات تحذير من المصرية الألمانية بتقول فيه إن إحنا ملتزمين مع فلاني الفلاني وإن بعض التجار بيحاولوا يتواصلوا مع المصرية الألمانية عشان ياخدوا الوكيلة أنا معلش أنا أحرقتك على هوا وعايزك تقول لي إيه اللي حصل هل فيه ناس بتتواصل معاكم وراء الوكيلة بتقول المحفظات عشان ياخدوا يعني يكونوا تجار وياخدوا منكم مضاعة بشكل مباشر وحادتكم رفضتم وعملتوا بيه مع التجار دول والله يا بشا أنا السؤال ده يعني مكنش عايز تتكلم فيه بالطريقة ديه وبالشكل ده بلسا حتطر أتكلم فيه مصر بشها هي مسألة المبدأ شي مش غلط المشكلة إن الناس هي المش مجتنعة إن فيه ناس ممكن يكون عندها مبدأ اه اكيد لو إنت رحزت في الحلقة اللي فاتت مع حضرتك أنا قدمت احتزار للناس بين السطور واضح إحنا كشركة مصرية ألمانية بنعتذر أي معها لأ أي حد ما بنعرفش نتعاوم معاه لأن دي لشروط معينة إن إحنا مع فرد أو فردين بنشتغل في المنطقة دي أكيد ماشي ده مبدأ تمام على فكرة بشها المفاجأ بقى اللي أنا عاوز أقديمها حضرتك المفاجأ دي المفاجأ دي العميل نفسه ما بيفرضهاش علي تخيل دي بمعنى بمعنى إيه أنا ممكن أجي أشتغل في مكان التاجر نفسه بقول لي ما فيش مشكلة أشتغل مع حد حوالين مني فيه تاجر متعاون لأن اللي حوالين منه بيكون متعاون تمام طيب إفرض إحنا في منطقة تانية تاجر منافس غير متعاون فيه بشها ناس بتحب تبيع على السيط بتبيع على بيئة أخيه حتى دي حرام شرعي فامني ومع ذلك خنطلع برد طيب حال التاجر دي يا أستاذ محمد بالفعل مش عاز أحدد مش عاز أحدد يا بشها مش هنقول اسمه حال التاجر ده اشترى يعني هو احنا متكلم يا جماعة مش هقول إن هو من حفظ المفيوم أنا ما قلتش يا جماعة إن هو محفظ الفيوم تمام هن راح اشترى بسلا منتجات من أحد وكلاء تانية من محفظات تانية وراح بحها بسعر معين عشان يضرب الوكيل اللي في محفظ الفيوم متحديدا محمد الزني أنا اللي قلت بقى انت مسر ليه في إن احنا ندخل فيه فيه فرق بين مبدأ وفيه فرق كبير بيننا نتكلم في قصة واقع إحنا دينا نتكلم في مبدأ المبدأ ده أنا بطبق عليك كمنظومة شركة والتاجر بتاعي قلت لك فيه تجار بتبقى متعاونة وبفضل الله عز وجل هي اللي عملت للمنتج قيمة تمام اللي أنا عاوز أقوله لك إن الأستاذ محمود الزيني أو التاجر اللي عامل لنا المشكلة كل النجد كلها مشكورة لها عندي أنا كمحمد عيسى كفرد مش كشركة احترام وتقدير أكيد أما الوكيل بتاعي اللي متخصص في كل الوكيل اللي بتعامل معهم على مستوى الجمهورية يا بشا هم شريك النيهاح الأساسي للشركة أكيد فأنا لازم أن أحافظ عليه لأن محافظته عليه هي محافظة على نفس الأول تمام ماشي ده دي الغلافة وده الوجهة بتاحت اللي لازم أن أحافظ عليها فالكلام ده لكل الوكيل يا بشا أنا لو حلاقي تاجر غير متعاون حتى لو بدأ معايا قديم وبيدخل وبرجع الشركة المسارة الألمانية بدل ما ماشيني خطوة قدام بيرجعني خطوة الورا ده مش هتعاون معاه أكيد بس إحنا من ضمن ما بدأنا يا بشا الأسبقية الأسبقية ملهاش دعوة بقى بالحجم الاستثماري اللي بينه وبين العمين الأسبقية ده بشا لو تاجر بسيط والحمد للعز وجل بدأ ياخد المنتج بداعي ويعمل له توجد في منطقته ليه فضل علي كشركة ولا ملاش أكيد ليه فضل طبعا يبدا يا بشا اللي ما يشكرش الناس ما يشكر الله يشكر الله لا يشكر الله يشكر الناس ماشي يا بشا أكيد أنا ده مدرك إن أنا بعمل عليها كمصنع والمنظومة دي على فكرة أنا من نوع اللي بمحترف بها جدا أنا كمصنع بعمل عليها بدخل أنضف خمات وأجوة خمات في التصنيع عني عشان أخد منه منتج وجودة بشكل عالي وكويس يناسبني أنا كشركة أكيد التاجر ده بشا ده الواجهة بتاعت اللي هي خدت المنتج وغامر وبدأ يعرضه على العميل بتاعه وبدأ يشيل المنتج على مسؤوليته الأسبقية هنا معناها إيه بشا معناها ظهور الشركة في النور قدام الناس للتفاعل والاحتكاك مع الخامة وحكم الجمهور على الخامة أكيد تمام يبا الوكيل اللي حرير بتكلم عليه ده كل رشا ده الواجهة أنا لازم رحفظ عليه من غير حتى ما هو يطلب أكيد طبعا ماشي وده مبدأ كويس في المصرية الألمانية طبعا وهننتقل لأستاذ إبراهيم وأستاذ إبراهيم طبعا أنا شايف نشاط غير عادي للمصرية الألمانية فترة اللي فاتت معارض في مصر ومعارض برا مصر وباسم الله ما شاء الله عليكم كلمنا بقى عن قصة المعارض المصرية الألمانية شاركت في معارض برا مصر وجوه مصر أذكرها لنا وقلنا عملتوا فاعل والله حضرتك إحنا يمكن بدأنا في موضوع المعارض ده من خمس تنين تمام في معارض جوه مصر في معارض برا مصر يعني إحنا أول معارض نعمله برا مصر كان معارض في الصين تمام الأسبقية فيها أكيد خلنا المجاسفة وجربنا والحمد لله لأ نجاح كويس جدا جدا يمكن كان المشكلة الوحيدة اللي وجهتنا هناك اللي هو صعوب الدخول منتج تام لدولة الصين ودي سياسة الدولة نحترمها طبعا أكيد ففكرنا إن إحنا إيه إحنا الحمد لله عملنا جودة منتج عملنا معارض محترم قلنا بقى نشوف أليات تانية إن إحنا ممكن نعمل بقى كيان في دولة الصين ودي برضو تعتبر حاجة حصرية عند حضرتك إن إحنا نعمل مصنع هناك بحيث إن إحنا نسوأ شغلنا داخل الصين وطبعا دي خطوة لسه قدامها شوية وده تعتبر المصرية الألمانية يا جماعة تبقى كده سافير لمصر في الصين وفي أسيا كلها ده وده شيء عظيم يعني نسكره المصرية الألمانية تفضل صدري جينا بعد كده بدأنا طبعا في معارض مصرية نكون لها كل الاحترام والتأدير بدأنا مع من تاني دورة بدأنا من تاني دورة طبعا الحمد لله برضو حصل لنا تطور كتير في الفترة دي يمكن هو مشكلة المعارض إن الناس بتبص للمعارض من زاوية واحدة إن المعرض يعني نجاح أنا ببص للمعارض من شقين إن هو ممكن يكون المعارض في حد ذاته أو تكرار المعارض أو مجموعة المعارض المتتلئة را را عدها بتبقى ستلاحزوا حدين إزاي أنا لو شركة تقليدية عندي منتجات تقليدية ما عنديش كل يوم تطوير ما عنديش كل يوم منتج جديد صحيح يبقى أنا منظومة المعارض المتعددة وراء بعضها ما تحرق نفسك من منظومة بتضمرني كشركة وكيان صحيح نش بتعليم صحيح لكن بفضل الله عز وجل إن إحنا عندنا كسياسة شركة وكسيستم شركة إن إحنا دايما عندنا جديد تطوير فالحمد لله بفضل الله عز وجل قدت للمعارض بالنسبة لنا إفادة كبيرة أنا المعارض بتاع المهاردة غير معارض بكرة غير معارض بعد إنك بتعرض فيه منتجات جديدة أه طبعا طبعا اتفاجئت بحاجة يمكن ما كانش عندي خلفية عنها كويسة أو كنت أسمع عنها وما كنتش متأكد إن الدولة بتعمل معارض دولية أنا كنت أتكلمك يا أستاذ إبراهيم وأقول لك طبعا الدولة المصرية لفترة الحالية بتحاول يكون لها دور في دفع صادرات المصرية وفي تسهيلات بتقدمها الدولة عايزين نتكلم برضو على تسهيلات وهل شفت إن في تسهيلات في فترة الحالية تقدمتها الدولة المصرية للصناعة المصرية وخاصة صناعة الدهانيات والله حضرتك أنا كنت بسمع الأول إن الدولة بتعمل دعم الدولة بتعمل لكن أنا من وقع وأتكلم بكل صراحة شففية أنا كنت عند تشكك في الموضوع لغاية ما بالفعل شركة ما من الشركات اللي هي بتنظم معارض دولية حصل بيننا وبينها تواصل قالوا إن فعلاً في حاجة اسمها دعم من هيئة العامة للصادرات والواردات أكيد ورحنا تكلمنا معهم تخيل إن الدعم بيوصل لأكتر من 75% 75% أه أنا لما شفت الرقع ده يعتبر شبه شبه بلاش أه شبه بلاش يعني إحنا نعتبر الشركات واللي هي وعلى فكرة مش شركات الدهانات بس لأي شركة مصرية بتفكر في تصدير منتج خارج البلد الدولة بتقوم بمجهود عظيم في الموضوع ده لازم نتكلم في الموضوع ده ندل كل حد حقه إن هي بتقوم بأكتر من 75% من دعم المادي للمعارض الدولية وده إحنا لقناه لما رحنا مثلاً معارض أربيل الدولي يعني كانت تكلفة بالنسبة لنا تكلفة قليلة جداً كأنك أنت تعمله بنفسك لقنا إن في دعمه محترم جداً من الدولة المصرية من نهاية الرقابة لأينا إن هما بعتين معانا حتى لجنة علشان لو حصل أي مشكلة حصل أي حاجة هناك يبقى اللجنة دي وقفة في ظهرنا كان تنظيم كويس يمكن كان قبال ضعيف شوية بس المجمل كان حاجة كويسة جداً كنت عايز أسألك بقى في معارض أربيل الدولي ويمكن المصرية الألمانية دايماً بتتسبق بخطوة وهي كان لها فكر خاص وما كانش مجرد إن أنت بتشارك في معارض ولكن بعض المعارض كان فيه مفاجآت واختلافات عن أي شركة يعني شاركت في هذا المعارض والله حضرتك إحنا رحنا المعارض تمام قالوا إنه في دعم فيه 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 رحنا المعارض تمام المعارض يمكن كان كويس بالنسبة كبعض شركات أخرى بالنسبة لسوء الدهانات يمكن ما كانش كويس بالنسبة ولو جوة نظرنا فطبعاً إحنا خلاص يعني أنا حطتك على أول الطريق خلاص ما أقفش بالطريق لأ لازم أكمل كملت فإحنا خلنا قلنا نعمل مجهود شخصي بقى بما أننا كده كده موجودين في أربيل خرجت أنا أقول لسو محمد وبدأنا ننطقي بعض الناس بشكل معين بكيان محترم جداً يعني انفاجئنا تمام بمعارض على مستوى راقي وعلي جداً جداً بغداد لأ كان في أربيل في أربيل في الأول لقينا مستوى معارض عالي جداً قاعدنا مع الناس الناس يعني سبحانه اللهم أول كلمة ألوها لنا أن احنا بنشتغل مع المنتجات التركية والمنتجات الإيطالية بس تمام ما فيش تصنيع للحاجات دي في أربيل أقنعتهم بالمنتج المصري أما شافوه لما شافوه أما ورناهم العينات ورناهم الشغل حصل لهم زهول زهول لسببين يعني يعني هتستغرب حضرتك لما بعض الوكال قالت إن الجودة دي والدزاين وده يا جماعة اللي بنقوله دايما في برنامجنا برنامج صنع في مصر إن المنتج المصري مش نقصه أي شيء إنه هو يعني ينافس أي منتج في العالم وقلنا الكلام ده أكتر من مرة في برنامجنا إن المصرية الألمانية على سبيل الحصري إن هي عندها منتجات بيتنافس بيها يعني معقل الديهنات في العالم زي إيطاليا وزي تركيا وده عالي بس مجهود إنه مجهود من المسيط إن إحنا نطلع برا في المعارض في برا عشان نوصل المنتج المصري للعالم فندب إنت حضرتك لو كنت شفت مدى الاستغراب لما عرفوا كمان إن الأسعار اللي إحنا بنعارضها كشركة أقل بكتير من السعر الإيطالي اللي هما بيجيبوا به مع جودة أعلى حصل يعني كان فيه شبه دي لها يحصل بس طبعا إنت بتتكلم عشان منتج بيتصدر لازم بيتعامل تست عندهم وبيأخذ فترة اختبار لكن إحنا نعتبر جايين من هناك شبه منتجين يعني نقول يا رسول زبراهيم إن إحنا على بداية الطريق إن إحنا يكون عندنا وكيل للشركة المصرية الألمانية سفير مصر في العراق بمنتجات الشركة المصرية الألمانية إن شاء الله بنزده جبيرة في الفترة الأوروباء اللي جاي بعد كده بقى جينا شاركنا مع الشركة المنظمة برضو في معرض في القاهرة اللي هو معرض تشتبط كان معرض ممتاز جدا على الفكرة أنا عن نفسي حضرتك وشفت القبال كان جميل جدا كان حاجة مقترمة جدا بس برضو إحنا اتكلمنا على كل ده لازم نتكلم في الحاجة الأساسية أو الدفعة الأولانية لنا اللي هي برضو إيه طعط الفضل للأهل الفضل بعد توفيق ربنا طب معرض مجموعة دورات آيفيجن تمام لازم ندي لناس حقها إحنا بدايتنا كمعارض مصرية بدأنا مع آيفيجن بدأنا وبإمكانيات قليلة يعني حجم برتشن صغير إمكانيات قليلة تمام لإن برضو إنت داخل عليك حاجة جديدة ما بتحطش البيت كله في سالة وحزيزة طيب يعني إن شاء الله هتكونوا معاهم في شهر من الشيخ بإذن الله آه طبعا إن شاء الله الدورة اللي هي بتاعت شهر 12 دي أكيد طبعا إحنا الأربع دورات اللي فاتت بفضل الله عز وجل حصل تغير عندنا في الشركة من تطوير من عملة جديدة من حتى دعاية حصلت لنا بسبب الموضوع ده فطبعا إنت بدأ في حاجة نكحة قدامك إنت بتستفيد منها لما تكملش فيها ممكن يكون حصل بعض الضربات حصل بعض المشاكل ودورت في أي تنظيم في العالم هيكون معنا إن شاء الله اتصال هاتفي مع الأستاذ أشرف إبراهيم رئيس مهرجان ألوان شرم الشيخ وهو أحد الشخصيات الهالم طيب تمام بيحاولوا يتصلوا به وهنوصل حالتك لحديث تمام المهرجان أو المعرض أو التنظيم اللي هو يمكن هو يمكن دي خمس أرسل دورة ليه الحمد لله لقى استحسان كبير في السوق إحنا كشركة مصرية ألمانية استفدنا منه كويس قوي يعني الحمد لله إحنا بنحاول إن أي معرض في أي مكان يعني إحنا حتى كان فيه بيكلموا إن فيه معرض بيقام في الولايات المتحدة الأمريكية كميل قصب المواد الخام وقصب الديهنات إحنا لو فيه طريقة إن الدولة تؤفر لنا طريق إن إحنا نروح حتى على حساب ما الشخصي إحنا مستعدين لمس المصر في الولايات المتحدة الأمريكية إحنا من قناة الصحة وجمال بناشد السادة المسؤولين على الصناعة المصرية بنقول إن فيه منتج مصري قوي جدا بتنتجه المصرية الألمانية وبتحتاج دعم الدولة إن المنتج ده يوصل أمريكا وده حلم لازم الدولة تدعمه تدعمه بشكل قوي وتكون المصرية الألمانية بداية الطريق لكل الشركات المصرية إن هي طاعة للمنتجات بتاعتها في أمريكا وحتى في أوروبا وفي كل مكان في العالم صحيحة إبراهيم؟ طيب هنتقل مع الأستاذ محمد عيسى عن حالة السوق أنا شايف يعني الفترة اللي فاتت حالة السوق هل حضرتك تتفق معي إن هي الصحب والحالة سيئة شوية في السوق شايف إن كمية المسحوبات قليلة أنا شايف بعض الشركات الكبيرة جدا في عالم الديهنات بدأت تعمل عروض بدأت تنزل الأسعار هل ده معيار أو هل ده سبب في عدم يعني مفيش شغل في الديهنات كتير فالناس بتلجأ لذلك يتنزل أسعارها بتعمل عروض عايزة نقول كيف تعاملت المصرية الألمانية مع حالة السوق إذا كان كلامي أنا صحيح إن في حالة من الرقود أولا عددك كل الشركات فعلا وعدد كبير من الشركات والشركات اللي لها ترتيب داخل السوق دهنات المصرية فعلا الفترة اللي فاتت دية تيكاد قدم عروض أو قدم خصومات مباشرة على أسعار القائم بتاعتها تمام أولا دية الطريقة اللي هم بيشوفوا بيها إزاي يحافظوا على مكانتهم داخل السوق وعلى كمية المباعات اللي هم عايزين يحققوها كل شركة لا أحترامها ولا أتقدرها في الوجهة النظر اللي هي شايفان أكيد أما كطبيعة السوق إحنا كشاغلين في مجال الدهنات إحنا عارفين كويس إن السوق في الفترة دية في التوقيت اللي هو دخول للمدارس مسلا بشكل عام على مستوى الجمهورية بشكل خاص اللي هو موسم الحصاد في بعض المحافظات اللي بتعتمد على الانتاج الزراعي ده كده كده كل سنة كم بيعملنا نوع من نوع دخول لا بس ما لشو سيد محمد لون أنا بيحتزل هو عادة الفترات دي معروفة في السنة معروف إن فيه فترة معينة بيبثها انخفاض في المبعات وفيه فترات بيبثها ارتفاع في المبعات ولكن إحنا لو قررنا مبعات هذه الفترة في هذا العام للأعوام السابقة هل هي متساوية ولا فيه انخفاض طيب بصحة أرزك عشان أقول لك انخفاض لازم نكلمك في حقه بس المعينة لازم نكون عارفينها تمام الدولة مشكورة دلوقتي وبفضل الله عز وجل المشاريع القومية اللي عاملها الدولة النهاردة واخدى جزء كبير قوي من الاستثمارات والاتجاهات بالعكس شركات الديهنات اللي هي بتتعاون في المجال ده شغالة في شكل قوي جدا وشكل متاسم أما بتتكلم على السوق بتاع الواء الخاص بالأهالي ده بيتغير بالظروف اللي أنا كلمت حضرتك فيها تمام ماشي الدولة كحركة الاستثمار وكحركة شغل داخل المشاريع القومية فيه حركة ماشي تمام ماشي بتهتمت شغلها على المنتهيات الدكورية يبقى 90% بتشتغل مع أهالي وتشطيبات ودكورات بعد تسليم المراحل اللي هي تسليمها من المباني اللي هي بتاعات المؤولات أو الحكومة تمام فبيبدأ كلها تسليم شائطه أو بسليم مكانه بيبدأ يعامل فيها عادة ترتيب للدكورات اللي تناسب حضرته تمام فأي دي تبقى خطوة متتالية أما كوضع سوق بشكل عام اللي حركة بتتكلم عليه لأ بيتأثر بالعوامل اللي حركة احنا بتكلم حركة اللي قلت على المواسم تمام احنا بقى فيه حالة النهاردة المعروض من الشركات أكتر في تزايد آه تمام آه فأنت النهاردة بعد ما كنت بتتكلم بالسنة اللي فاتت مثلا على وعالي يكون مثلا 80-200 مليون زي ما أنت عايز تتكلم في رقم الرقم بالسنة اللي أنت تتكلم عليه الرقم بتزايد 200-300 شركة الرقم مهما كان هو رقم أننا ما عنديش إحصائية به آه مهما كان الرقم أنت النهاردة تتكلم السنة دي في تزايد لأ هو في إيه أحد الإحصائيات بتقول أن عدد شركات الديناتو مصر يتجاوز الخمس تلاف شركة سواء كانت شركة كبيرة كبيرة أوي يعني وشركات متوسطة وشركات صغيرة جدا فهو عدد مهول أنا مش عقب على إحصائية لذلك زي ما قلت حركة ما ما عنديش أي خلفية به تمام تمام ولكن كل شركة بتشوف الطريقة اللي هي بتحافظ بيها على مباعتها على العميل الخاص بيها كل شركة شايفة ديني راحة فين فكون إن الشركات تنزل بالمبادرات دي وبالأسعار دي ده شيء مشكور يعني نشكت كل الناس اللي قدمت العروض كل الناس اللي خفضت أسعارها هنتوجه لهم بالشكر إحنا كشركة مصرية المانية بناخد عمليا عكسي تمام بمعنى بمعنى في التوقيت اللي حضرارك بتتكلم فيها العروض والديني دي كلها كل الشركات النهار ده تعمل عروض وإحنا بالأخص بنعمل عروض لأسباب معينة تمام منها موضوع المهرجانات والمعارض اللي حضرارك بتتكلم عليها تمام دي خلاص بجرس عادة كده في كل الشركات إنها تعمل عروض عشان تعمل رحلات طرفهية تتجمع الناس وإحنا بنستفاد بيها إن احنا بنقدم أفكار جديدة في كل معارض زي ما ذكر بسيب الراهي تمام دي أول استفادة تمام تمام في التوقيت ده بالعكس ده دي نقطة اختبار حقيقية تخليني أرفع من جودة المنتجات بتاعتي في التوقيت ده يعني أنا تعودت في كل أزمة في كل ارتفاع أسعار خمات في كل ركود خمات إن أنا استغل الموقف ده وارفع من كفاءة المنتج بتاعي اللي هو التطوير الذاتي تمام لأن النهاردة رفع من منتج بتاعك ورفع كفاءته ده سفير لك تمام تمام فإحنا كمنظومة شركة عندنا بنتاجه إن كفاءة المنتج وده وعد مني لكل العمل للقرام وربط بالسؤال اللي أولينا حضرتك سألته أنا بتوديه بالشكر ويعني بتأسف لكل إخواتي مفيش حياة يسمعها عندنا وكيل ولا حياة دول إخواتنا وشركاتنا اللي الظروف يعني إيه كانت بتاعف يعني إيه في إن إحنا ما نكونش متوجدين معهم الفترة اللي فاتي دي أو اتأخرنا عليهم فأنا بتوجيه لهم بكل الشكر أكمل بقى على الإجابة تعني سأللي اللي هو الوعد اللي بعيده حضرتك إن شاء الله عز وجل المصرية الألمانية بفضل اللي عز وجل هترفع كفاءة المنتجات بتاعتها بنسبة فوق العشر 15% الفترة القادمة دي بفضل اللي عز وجل أكي ليه كلمة أنا بعلنه لأن إحنا كمنظومة شركة مصرية ألمانية بنتعاون مع الجميع بنتعاون مع المصنع وبنتعاون مع المنافس وبنتعاون مع العميل سواء من شركتنا بشكل مباشر أو شركة تانية بتنفسنا لأن أنا قلت حركة قبل كده رفع كفاءة المنتجات المصرية الألمانية المصرية المصنعة داخل مصر عفوا بقى المصرية المنابت في دم الواحد آه فالتعاون اللي أنا ببنيه بيني وبين الشركة أو بيني وبين المصانع اللي إحنا أنا كانت بنفس مع لأ أنا ببنيه للمنافس الشريف أكي وبعلن لكل ياريت في التوقيت ده بالذات ارفعوا كفاءة منتجاتكم لأن رفع كفاءة منتجاتنا آه وأنا قلتها قبل كده لحضراتك في حلقات كتيرة آه رفع كفاءة المنتجات بتاعيتنا إحنا كشركة آه وبتاعة المنافس لها بتعلي من اسمنا خارج مصر أكي ماشي وتفتح لنا مجال تاني للسوق واللي بيجرب البضاعة وفيها كفاءة عالية بالتأكيد حيردنا تاني وتعاون معانا تاني وإستثماراته حزيز تاني فأنا كشركة مطلوب مني إن أنا أشتغل على السوق المحلي وعلى السوق الخارجي صدقني مهما كانت إمكانياتك ومهما كانت نفوزك ومهما كانت قدرتك على إنك توصل من غير منتج يحمي كل ده أنت بتضيع مجهودك ده كله في الهواء طيب صدقني محمد أنت حضرتك دلوقتي بيحاول ترفع من الجودة بتاع المنتج لكن فيه يا صدقني مرهيم أنا عبرته حضرتك عدد شاركنا في القصة يا صدقني مرهيم فيه حرب دلوقتي حرب حرق أسعار يعني الشركات اللي تأح تبير السلم اللي بيعمل علبة اللي هم عندوش تكاليف ضرائب ولا مصنع ولا عمال ولا ولا بينتج حاجات وبيضار بتاعك عشان انناس تهتم فيه في نفس الوقت عندك ناس بتبيع كل الفلاور مثلا سييه مثلا رقم م 허팝 حدد ده بشر ولا هتكلام شركات بصة بشر اه احنا عاوزين نشكر كل الناس لأ أنا ما اقول بتعمل ايه بتعمل ايه مع سياسة حرق الأسعار طيب أنا أعملك هيا بشر تمام أنا أعملك شرك تمام تمام شركات ديت يعني عشان نكون مواضحين فيها لازما تكون هي بعمل منتج عامل فيه كل العوامل اللي حرار بتتكلم عليه ده تمام عامل المنافس عامل حر الأسعار عامل الجودة ده دور يا بشا لازم أدافع به عن شركتي يعني عندك منتج اقتصادي مثلا؟ ما فيش حاسمه منتج اقتصادي يا بشا فكرة منتج اقتصادي اللي احنا ملنا بيها واللي شركات كبيرة تيهت لها دي فكرة غلط احنا بنعمل فكرة منتج ملائي ولسه اقتصادي اقتصادي ده يعني يا بشا يعني سيئ السمعة لا بشا ما فيش شركات كتيرة بتنزل منتجات بشكل تنافسي ينافس الوضع والحركة يعني هقول لحضركة مثلا مثال يعني احنا النهاردة عندنا في موضوع رفع لأسعار النهاردة كان فيه منتجات بيقولوا عليها نص لمعة ومنتجات لمعة كاملة ومنتجات ربع لمعة ومنتجات اقتصادي تمام اما تيهت بوست للزوء العام فيه ناس كتير ما بتحبش المنتج لمعة كاملة اكيد وكانت بتفضل المنتج اللي هو ربع لمعة احنا في ترتيب الشركات بيقول لك النص لمعة ده بيبا كفاته عالي وسعره عالي لا بشا انت بتلبس زوء بتاعي ازاي ورقبته ازاي ما لا ممكن للاقي نفسي في المنتج ده ماشي عندنا منتجات ديكورية مثلا كانت في توقيت زمن معين من 2010 ومن قبل 2010 كانت المبالغة بتاعتها النهاردة بتتخطى لألف جنيه ماشي كان فيه ناس كبير ما بتتقبلهاش كان فيه منتج تاني ديكوري بينافس المنتج اللي فوق لألف جنيه ده تامن ومية جنيه وكات البصمة الدكورية بتاعته والتأثير الدكوري بتاعه أعلى منه على سبيل الحاصر مادة الاستوكة دي محدش فيهنا النهاردة يقدر يقارنها رأي مادة دكورية تاني ومع ذلك كانت منتج سعره في متناول الديمية فيه خمات تانية كان سعرها مبالغ فيها قد سعر الاستوكة ده عشرين مرة فاهمني؟ ومع ذلك كان فيه قابلية للاستوكة فهي الفكرة مش فكرة اقتصاد يا بشا الفكرة النهاردة ان انا بقديملك انا كمسنع بقديملك الفكرة انت أعودها يعانوا جين حددنا مثلا اسم منتج الاطيفة ده هممام انا النهاردة عاوز اعمل في القطيفة طب لا انا عاوزεται�� опять بالقطيفة دا ان القطيفة بتاحت كويسة اعمل ايه قدام الحال من اثنين قدام المعددة الصعبة اللي هي الجودة العالية والسعر المناسي والسعر المناسي طب ماذا كان السعر المناسي بانهو بيأثر على كفاءة الجودة لأ ليسه حنجح لوحده طبعا أنا لو عملت جودة وعلت السعر هنجح ممكن ما نجحش بس أنا عشان حقا النجاح لازم أن أعمل المعادلة الصعبة اللي هي مربوطة عند كل الناس والمعادلة اللي كل خبارات الاقتصاد مش هيقدروا يهربوا منها طالما قدمت جودة وقدمت سعر منافس سيابتك كده حطيت رقلك أو حطيت ماشيت بخطوات ثابتة للأمان أكيد ويمكن ده سر من أثار نجاح المصرية الألمانية المصرية الألمانية كيف كانت وما يعني دلوقتي أصبحت شركة الناس كلها بتقول عليها المصرية الألمانية ده اللي هنتعرف عليه من الأستاذ إبراهيم حسين مدير عام الشركة ولكن بعد الفاصل ورجعنا لكم من الفاصل مع قيادات الشركة المصرية الألمانية لأستاذ محمد عيسى رئيس مجلس الإدارة والأستاذ إبراهيم حسين المدير العام وبنواصل حدثنا يا أستاذ إبراهيم وكنا سألنا حضرتك قبل الفاصل وقلنا لك كيف كانت وكيف أصبحت الشركة المصرية الألمانية سؤال على فكرة سؤال ده مطاطي عايز أربع خمس حلقات عشان نحكي تاريخ شركة المصرية الألمانية لما أنا أتكلم باختصار شيء طبعا والله حضرتك هي القصة بدأت كفكرة كلام ده كان يمكن في 2010 فكرة كأصحاب مع بعض إيروس محمد كان بتقبطنا علاقة صداقة يمكن قبلها بأكتر من عشرة سنين فكرنا فكرة جديدة بحيث إن هي إيه؟ كان الحكر أو المحتكر فكرة الديانات الدكورية للذات في مصر كانت شركة أو شركتين ملتناشنال ما كانش في حد في التوقيت ده العدد محدود جداً اللي بيعمل الموضوع ده فكان ما يعتبر موضوع جديد فكرنا في الفكرة الحمد لله عز وجل بدأنا فيها بدأنا بإمكانيات قليلة جداً إلى أبعد ما تدخيل بدأنا نصبر كنا إحنا بنصنع بأدينا ونعب بأدينا ونطلع نبيع بأدينا واللف يمكن مثلاً ننم في ساعتين في اليوم وبقيت اليوم كل شوق قعدنا فترة طويلة على كده الحمد لله ربنا أراد لنا التوفيق بدأت لعملات التوفيق شوية بدأنا ندخل معدات أحدث بدأنا نجيب عربيات تانية بدأنا نزود عمالة بدأت الدنيا تمشي معانا قطوة بقطوة عاد الموضوع حوالي فترة بدأتك كم منتج يا أستاذ إبراهيم؟ كان منتج واحد منتج واحد تفتكركم إيه؟ كان اسمه صفت 13 يعني معلش متالك متالك بص في التوقيت ده كان السايد في الدكوري عند 90% من الشعب إن أنا بعمل الحيطة لون نبيتي وعمل لها حاجة كان فيه طبعة زمان كده سفينج يمكن هي لسه موجود منها بسكيميته ليلى قوي وكان يتضبعوا على الحيطة اللي ماتهون نبيتي بلون دهب الموضوع ده كان حاجة تطور رهيب أيامي 2010 و2011 2009 و2010 و2008 في التوقيت ده تماما فلما إحنا بدأنا بدأنا بالمنتج ده كان فيه منتج اسمه صفت تاتش وكان فيه منتج اسمه شانيليا تاتش شانيليا تلك الكيز ده ليه استخدامات معينة ده ليه استخدامات معينة بس المجمل في الآخر إنه هو يعتبر إيه واجهين العملة واحدة زي ما بيقول طيب هستأزينك في الفاصل قصير وهنرجع تاني إن شاء الله معلشي ورجعنا لكم من الفاصل من المواصل الحديثي مع الأستاذ إبراهيم حسين مدير عام الشركة وكنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل عن مشوار المصرية الألمانية حضرتك ذكرت إن أنتوا بدأتوا بمنتج واحد طيب بدأنا بمنتج واحد كان قدامنا حلمة طبعا في الشركات اللي كانت موجودة في السوق كانت شركات مصرية كانت شركات منبرة مصر طبعا كان عندها منتجات متعددة فرق الأسعار بيننا وبينها كانت كبيرة جدا يمكن كانت الخطوات بالنسبة لنا صعبة شوية في التوقيت ده بطيئة محدش يعرفك الاسم المجهول بالنسبة للناس في السقة في المنتج ما في السقة في المنتج فطبعا تعبنا كتير قعدنا ندخل منتج وراء منتج منتج نعمله ويشتغل منتج نعمله وما يتظبطش نلغيه حصل لنا مشاكل كتير في الأول في البريغة بس الحمد لله صبرنا واستحملنا وحطينا قدامنا هدف من الاتنين هدف إنك تبيع عشان تكسب وهدف إنك تعمل اسم تبيع عشان تكسب يبدأ هدف مؤقت ممكن ينتهي بعد سنة بعد اتنين بعد ثلاثة صحيح هدف إنك تعمل اسم ده هدف لازم تاخد وقت طويل جدا عشان تبنيه ووقت أطول عشان تحافظ عليه صحيح فقلنا نختابل حاجة الأصعب اللي هي بيبقى لها بناء الاسم بالفعل بدأنا في الموضوع ده قلنا لازم نعتمد إن احنا نعمل كل شوية منتج جديد نطور من منتجاتنا نحاول إن احنا نفكر برا الصندوق بدأنا إن احنا زي ما قلت لحضرتك لما لقينا في اتجاهات لمعارض مصرية أو معارض دولية قلنا لازم نشارك فيها في خطة معينة حضرتك حطتها وكده مشتعليه يعني في مثلا سياسة أجنبية بتقول لو إنت معاك مليون جنيه اعمل بتسعمائة ألف جنيه دعاية صحيح وعمل مصنعك ومنشعتك وخماتك بمئة ألف يعني تسعين في المية خليها للدعاية طبعا صعب جدا في مصر إن حد يتعامل بالسيستم ده بس احنا قلنا نمسك العساية من مصر فعلا ما بدأنا في موضوع المعارض في موضوع الدعاية والإعلام طبعا حضرتك لازم نديك حقك برضو الله يخارك كسب انت كنت برضو من ضمن الأسباب شكرا لكم في بطاعة ربنا شكرا لك بدأنا إن احنا نطور نفسنا واحدة واحدة بدأنا نقوى علاقتنا بالعملة بتوعنا زي ما البشمونس محمد كان قال إن احنا علاقتنا مع العمل علاقة إخوة وليست علاقة شغل بيزنس علاقة شراكة إحنا الاتنين بنكل من طبق واحد حكي ودي السياسة اللي احنا ماشيين بها تمام الحمد لله يمكن في الثلاث سنين الأخارة بدأ المصيبة الألمانية يتنظر لها بمنظور مختلف يعني نقول مثلا حمت البداية استمرت سنتين ثلاثة استمرت حوالي ثلاث سنين يعني يمكن في الثلاث سنين دول الحمد لله كنا بنكسر كنا كويسين كنا ماشيين بس ما كانش حدي يعني إيه مصيبة الألمانية كان اسم الشبكة مجهول بالنسبة للنسبة انت قلت أول منتج استخدمته أو بدأت بيه اللي هو الميتاليك فاكر أول تاجر عرضت عليه المنتج ده ونقوله دلوقتي على الهوى والله هو كان فيه أكتر من تاجر بس يعني من الطجار اللي هي بدأت معايا من البداية قوي والغاية دلوقتي مستمرة مستمرة يمكن قعدنا فترة سنتين أو ثلاثة ما نشتغلش مع بعض ويمكن في الفترة اللي ما اشتغلناش فيها مع بعض كانت الصداقة بيننا أعلى تمام من أيام الشغل وراجعنا مع بعض الحمد لله تاني دلوقتي أول الأخ العزيز الأستاذ هيسم مطر ده من أخوال الناس اللي اشتغلنا معاهم اللي هو صاحب شركة صاحب شركة سري اتش أعتقد أستاذ هيسم فيه متج تابع للمصرية الألمانية ولا أنا المعلومة غلط عندي هو طبعا هو المنتج بتاع الأستاذ هيسم مطر ولكن تعاون مشترك بين المصرية الألمانية والأستاذ هيسم تمام جينا احنا كان طبعا انك انت بتعمل منتج أو بدأت تعمل منتج تاني انت بتتكلم على التكنولوجيا جاه من برمص تمام انت نسبلك مجهولة انك تكتهد انك تطلع منها حاجة الموضوع كان صعب جدا تمام تمام ولكن لما تبص حضرتك دلوقتي وبعد عشر سنين أو تسح سنين من إنشاء المشروع بفضل الله عز وجل انت كان قدامك الشركة اللي انت حطيت هدف قدامك كان عندها تمن تسع منتجات تمام وانت كان عندك منتج واحد تمام دل في عشر سنين اربع منتجات كل سنة وده نوع من التطوير وعايز اقول لحضرتكم حاجة انا والله العظيم بتكلم يعني من قلبي اني النماذج اللي قدامي دول الاستاذ محمد والاستاذ ابراهيم يعتبر النموذج طيب جدا جدا بيد الامل بيد الامل لكل مصري عنده فكرة ولو صغيرة قدي كده وعنده حلم مشروع انه يبدأ المهم يبدأ ويصبر يعني احنا بنقول مصرية الالمانية بدأت بمنتج واحد بتاجر واحد يعني بادوات قليلة جدا صبره تعمه بيقوله احنا كنا بن نام ساعتين لغاية النهاردة لقينا اسمها المصرية الالمانية والنهاردة المصرية الالمانية في برنامج صنعة في مصر في القناة الصحة والجمال في مدينة المتاج الاعلامي بيعرضوا شغلهم ويعني هم وصلوا مرحلة من النجاح وموصلوا يعني راحوا اكبر المعارض الدولية راحوا معارض المحلية فده محصلة لتعب وجهد احنا بنقول دايما المصرية الالمانية واي شركة تبدأ شغله وفي عرق وفي جهد وبتجري هي لازم يكون في النهاية في نتيجة ان تكون مثالا المصرية الالمانية انا بصراحة يعني انتم نرفع لكم القبعة كشباب مصري حقق فكرة كاللي عنده فكرة وحلم وبالفعل الحلم والفكرة اصبحوا واقع نتباهى بيه كلنا كمصريين ان المصرية الالمانية منتج مصري بينافس كل دول العالم الحمد لله فاضح صباحي حضرتك يمكن احنا كنا عارض محمد السنة اللي فاتت في معرض الخامات اللي هو بتعمل كل سنة في الصين معرض الخامات ده الصين بتعرض منتجات المواد الخام بتاعتها فطبعا المعرض ده مهم بين نسبانا كمصنعين في المعرض ده كان فيه شركة ايطالية عرضة منتجات دكورية خاصة بيها طبعا بالنسبة لان عارفة ان الصين في الدهانات الدكورية تعتبر متأخرة شوية بالنسبة للدهانات الدكورية لانها تهتمى بالورق الحيط والدهانات الانشاية اكتر طب والله العظيم يعني يمكن انا بكلم بكل شفاة بكل مصداقية ان احنا لما شفنا الدهانات اللي عرضها طبعا انت كشركة ايطالية جاي تعرض في معرض كبير زي معرض الصين بتجيب افضل ما عنده اكيد طبعا يعني احنا اعتقد بفضل اللي عز وجل لو احنا كنا عرضين في المعرض اللي احنا كنا رحين فيه كفيزيتور او زائر ده كنا عرضين منتجاتنا اعتقد ان المنافسة الكفكة ستبع معانا بقوه رهيبة الحمدي مشوار المصرية الالمانية زي ما قلت لحضرتك مش عايز حلقة الاهلا 2 ولا 3 على النجاح اللي انتوا شاء اللي ان احنا شايفينه مع المصرية الالمانية هادخلينا ان اقول بس مع dicho bast attempt محمد واقولك وس�도 محمد بعد المشوار الطويل والنجاح العظيم اللي احنا شايفينه وان شاء الله شايفين مع المصرية الالمانية خلال الفترة اللي جاية هيكون فيه مفاجئات ويكون فيه جديد كلمنا عن أمنياتك كلمنا عن أهدافك خلال الفترة اللي جاية والله بشاء أنا أهدافي وأمنياتي هي أهداف للشركة تمام؟ والسؤال اللي حراكي سألته في إبراهيم على أول عميلة عاملنا معاه هو الزكر الأخ العز علينا الزيسان بس الفكرة ما كانتش كده الفكرة اللي انت فعلا عرضت على واحد واثنين وثلاثة فيه لتقبل وفيه لما تقبل شيء فيه الفكرة اللي كانت الناس تسمع عنها يعني ما هيجي تكلم النهاردة بشكل مختصر شوية هلاقي النهاردة المنتجات الدكورية في استهلاكها في عمليات التشطيبات النهاردة في تزايد تمام وهلاقي بعض المنتجات بتاعتها النهاردة على الصعيد التنفيذ بالنسبة للفنان النقاش النهاردة في عملية تزايدية النهاردة بالفضل العز ويلا إحنا كشركة بقى بنحلم بإيه سيد برهيم بدأ معك السؤال أنت بدأت بحقية صعبة أنك تبني كيان الأصعب منه أنك تحافظ عليه لأن المحافظة عليه تطلب منك حالة تانية أنك تكون سابق بخطوات الأول كنت ممكن تتبقى بخطوة فتبقى مميز فطالما بقيت سابق بخطوة بيطلب عليك أنك تكون سابق بخطوات فجاءت منظومة قدام مننا أنه نحن حطوا تطوير المنتجات ونوع من أنواعي إزاي أوصل للعمين طيب أستاذ محمد معلش يعني إحنا وقتنا خلص وأكيد حضرتك هتطور في منتجك وإن شاء الله المصير الألمانية هتحافظ على الكيان في نهاية حلقتي أنا يعني بشكرك أستاذ محمد على لقاءك وبشكر أستاذ برهيم على لقاء الطيب وإنتم يعني نموذج للشباب المصري اللي حقق يعني فكرة كويسة جدا وإدوا الأمل للشباب المصري أن يكون عنده حلمة وفكرة وإن شاء الله في يوم الأيام بالجهد والتعب هتحقق أعزائي المشاهدين بشكركم على هذه الحلقة وأشكر طبعا أعزائي وأصدقائي فيئة الكنترول أستاذ محمد الملكي أستاذ تامر والمغرن وأيضا أستاذ صفاء عالم الدين ودير الإعداد أشكركم أعزائي المشاهدين على أمل بلقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته